أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذا الدرس من دروس تحويل بين وحدات الكتلة في هذا الدرس سوف نقوم بالتحويل ما بين وحدات السنتال الطويل أو وزن المئة ووحدة الطن المتري أو الميجا جرام فنأتي إلى الشقة الأول من السؤال على الجهة اليومية يقول لنا إذا كانت الكتلة هي 9 سنتال طويل فما هي قيمتها بوحدة الطن المتري فنقول بأن الكتلة بوحدة الطن المتري تساوي لنا ماذا؟ أول شيء نكتب وقيمتها بوحدة السنتال الطويل كما هي موجودة في السؤال 9CWT ومن ثم نضربها بماذا؟ نأتي إلى الجدول بالأسفل أين السنتال الطويل؟ هنا قيمته هذا أين الطن المتري؟ هنا قيمته هذا فنريد أن نتخلص هنا من السنتال الطويل ونحصل على الطن المتري فنكتب قيمته بالسنتال الطويل بالأسفل هنا 0.0196841 CWT وبالأعلى نكتب قيمته بالطن المتري 0.001T فCWT مع CWT ستذهبان ومن ثم سوف نحصل على وحدة الطن المتري فلو استخدمنا الآلة الحاسبة سوف يكون لدينا الجواب كالتالي 0.4572222 والوحدة هنا هذا فنكتبها هنا طن متري وتساوي لنا أيضا ماذا؟ 0.4572222 ميجا جرام فنرى هنا كبيتة الأم وليس سمول أم لأن سمول أم تمثل الميلي جرام نأتي الآن للشق الآخر من السؤال على الجهة اليسرى يقول لنا إذا كانت الكتلة هي 1 طن متري فما هي قيمتها بوحدة السنتال الطويل فنقول بأن الكتلة ماس بوحدة السنتال الطويل CWT تساوي لنا ماذا؟ نكتب قيمتها بوحدة الطن المتري أولا 1 طن ومن ثم نضربها بماذا؟ هنا العملية بالعكس نريد أن نتخلص من الطن ونحصل على سنتال طويل فنكتب قيمتها التي في الجدوال بالطن المتري بالأسفل هنا 0.001 طن متري وبالأعلاق يمتها بالسنتال الطويل أي 0.0196841 ولا ننسى الوحدة هنا CWT فنرى بأن T مع T ستذهبان وستتبقى لدينا وحدة السنتال الطويل أو وزن مئة فلو استخدمنا الآلة الحاسبة سوف نحصل على الجواب التالي 19.6841 والوحدة هنا ماذا؟ هذا فنكتبها بالأسفل CWT هذا كل ما في الأمر شكرا لكم أعزائي ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة في أمان الله تعالى اشتركوا في القناة